اشتركوا في القناة المملكة اليوم الأحد حيث تبقى درجة الحرارة معدلة تالية مثل هذا الوقت من العام تكون أربعينية في عموم المناطق باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية حيث تكون درجة الحرارة معتدلة وفي أواصل العشرينيات مع فرصة للزخات خفيفة من الأمطار يوم الأثنين بحول الله تتشكل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الوسطى وأيضا منطقة الجنوبية الغربية ناتجة تدفق لكميات من الرطوبة في طبقات الجو المتوسطة والعالية حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات الأمطار الخفيفة والمتفرقة وعشوائية الطابع في منطقة الرياض قد تشمل العصمة الرياض وأيضا تستمر زخات الأمطار الرعدية في المنطقة الجنوبية الغربية واستمرار الطقس الحار في عموم مناطق المملكة بالنسبة ليوم الثلاثة بإذن الله تستقر درجات الحرارة حول معدلة تعليم مثل هذا الوقت من العام تكون درجات حرارة أربعينية في عموم المناطق أيضا تتراجع أو تتلاشح على تهدم الاستقرار الجوي في المنطقة الوسطى وبالتاليسو الطقس الصافي في منطقة الرياض والعصمة الرياض أيضا وتستمر زخات الأمطار الرعدية في المنطقة الجنوبية الغربية بالنسبة ليوم الأربعاء لا تغيير على الحالة الجوية درجات الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام تقصي في اعتياد في عموم المناطق تستمر زخات الأمطار الرعدية في المنطقة الجنوبية الغربية بالنسبة ليوم الخميس ترتفع قليلا درجات الحرارة في المنطقة الشمالية هذه المرة درجات الحرارة تكون في أواسط الأربعينيات أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام بينما تكون حول معدلاتها في باقي المناطق مع استمراء ليوت والزخات الأمطار الرعدية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية تحديدا مرتفعات جزان وعسير يوم الجمعة بدن الله تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشمالية وحاول معدلاتها في باقي المناطق تقصي في اعتيادي في المنطقة الشرقية والوسطى وأيضا الغربية والجنوبية الغربية درجات الحرارة تكون معتدلة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية تسجل مدينة أبا 27 درجة مئوية فقط مع استمراء ليوت والزخات الأمطار الرعدية الموسمية بهذا نحن نشرتنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة